اشتركوا في القناة التحدي الاول يتكون من ثلاثة مراحل ترى انتبقوا الثلاثة مراحل كل مرحلة تيطيك خمسة وعشرين الف اكس بي يعني اذا سويت الثلاث مراحل هيطيك خمسة وسبعين الف اكس بي التحدي الاول يقول لك الحك انضرر بالخصوم باستخدام سلاح القدائف الكهرومغناطيسية ثم قصدهم هذا السلاح اللي اضافوا اليوم الجديد سلاح كهرومغناطيسي وانتحصلوا في الارض وتحصلوا اكتر شيء وسط صناديق حراسه لأي او طيب خلينا نشوف السلاح هيزبط على الحراس ولا لا طيب هيو تقدر تسويه على الحراس طيب الثلاثة مراحل الأول مرحلة يقول لك دمج خمسة وخمسمية وتاني مرحلة اعتقد ثلاثة الاف وتاني مرحلة ما انا عارف كامل اهم شيء الثلاثة مراحل كلها انك تدمج تقدر تسويه على الحراس يعني انت عندك حراس فيه هنا وفيه عندك في كهفة القيادة وفيه عندك في الصادم برضو فيه حراس مرة كثير كل اللي عليك تطلق عليهم من بعيد حيث سووا معاك التحدي على طول طيب في التحدي التاني يقول لك الحكة طرر في خصم خلال 30 ثانية من مسحه كيف يعني من مسحه يعني كل اللي عليك انك تستخدم الماسح الطوعي هذا وبعد كده تدمجه في خلال 30 ثانية لاحظوا معايا كل اللي عليك تطلق زي كده عندك 30 ثانية انك تدمجه شفتوا كيف شوف كده يسوي معاك التحدي مجرد انك تدمج 500 حيسوي معاك التحدي يعني تقدر تسويه في كده مرة يعني مو ضروري في مرة واحدة طب في التحدي التاني تقول لك الحكة طرر من مسافة 50 مترا أو أكتر باستخدام سلاح القدايف القهر ومغناطيسية خلينا نجربه على الحراس تضبط لا لا أهم شي انك تكون بعيد 50 متر أو أكتر يعني ما تدرب على الخمسين ايه تضبط على الحراس تقدر تسويه على الحراس عادي أهم شي تكون أبعد من 50 لا تدرب من 50 يعني يا 50 يا أكتر طب في التحدي الرابع يتكون من 3 مراحل المرحلة الأولى يقول لك ضع علامة على لاعب العدو باستخدام جهاز الفحص والاستطلاع عدد 5 هل جهازهم ما قصدهم هذا؟ تحصلوا في الأرض وتحصلوا وص صناديق حراس الأيو كل اللي عليك إنك تسوي الحركة هذي ينحسب معك طب في المرحلة الثانية يقول لك ضع علامة على لاعب العدو باستخدام جهاز الفحص والاستطلاع 25 مرة بعد الـ 25 حجيك مرحلة كمان ممكن حيطلب منك 50 أو 60 كل اللي عليك إنك تفحص اللاعبين نفس النظام هذا تقعد تطلق عليه مرة مرتين ثلاثة لما تخلص التحدي طب في التحدي الخامس والأخير يقول لك وجه إصابة نحو الرأس بسلاح القدائف القأرومغنيقسية عدد واحد يعني مجرد إنك تجيب إصابة فراسة وطرطة واحدة هيسوي معاك التحدي علشان تسوي التحدي هذا حاول إنك تسويه على الحراسة أفضل لأنه السلاح هذا كده إيمو شوية صعب شوف تقدروا سوي على الحراسة أفضل لأنه إيمو حقه صعب شوية فالحراس يقعدوا واقفين كثير فتقدر تسوي التحدي هذه كانت جميع التحديات مهام مستطلع السلاح القارومغنيطيسي كده وصلنا لنهاية مقطعنا أتمنى يا شخص ما تشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسى تفعيل زر الجرس ولا تنسى استخدام كود لأيتم شوب إكس تو إكس تو وأهم شيء لا تنسى تدعم المقطع بلايك إن شاء الله تقابل المقطع آخر اشترك في القناة